أدى رئيس الجمهورية عبد ربا منصور هادي صلاة العيد في المسجد الحرام بمكة المكرمة مع خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وعدد من أصحاب السمو والأمراء ومعالي الوزراء وكبر المسؤولين من مدنيين وعسكريين في المملكة وعقب صلاة عيد الفطر المبارك تناول رئيس الجمهورية مع أخيه خادم الحرامين الشريفين مأدبة الفطور احتفاء بعيد الفطر المبارك وكان رئيس الجمهورية بعث في وقت سابق ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك وعرب رئيس الجمهورية باسمه وباسم كافة أبناء الشعب اليمني عن جزيل الامتنان والتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على وقوفهم إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف وخاصة خلال هذه الظروف العصيبة التي يمر بها اليمن جراء انقلاب ميليشي الحوثي والمخلوع على مؤسسات الدولة ترجمة نانسي قنقر